الخبر الأول اللي عدنا عن شكراً لأصدقائي اليوتيوبر اللي طلعوا مبارحة ونزلوا مقطع على قنواتهم باليوتيوب ويحثون بها الخصوصة من مقطع مبارحة ويستربون شوية معلومات عن الفيديو كليب اللي رح يزلكون باتر على الساعة بالأربعة طبا رح تقراروا وطموقة خطوحهم بالوصف اللي حابنوا رح يشوفهم وشوفوا التسريبات عن الفيديو كليب الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فالنور نزلت على سبب الإنستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات أعلم من خلالها أنه هو ويا رمار رح ينزل المقطع اليوم على الساعة بالأربعة على قناة نور مار الثانية وكيد رح يكون مقطع ناري رح تقوم هذه الستوريات شوفوها يو 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 جلتين بكرة في فيديو ساعة أربعة على قناتي الثانية خليكن جاهزين صورناه أنا وياقا ماك فايف اليوم خليكن جاهزين بكرة ساعة أربعة فيديو قلت دير أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي رغدة فرغدة نزلت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات بتقول بها جاهزين الفيديو اليوم جديد يا حلوين وطوعت ما تعرفون أن رغدة هي مصابة بالكورونا فقبل كم يوم أعلنت هذا الشي متوقع أن رح تنزل مقطع بهذا الخصوص خصوص طوية الكورونا فاكتبوني يا حباب بالكومنتات ومقطع منهم متحمسين أكثر بين رغدة ونور نور الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة جهد وستمد وخفاهم الاسم أنس الشايب من التعليقات اللي عدهم أو ما لسا عن السبب الصراح ما أدري ولكن كيف يمكن أنس الشايب سابهم أو حاجة عليهم شي أما بالنسبة للدليل لو ندخل آخر نزل ونزل بيع التعليقات ونفتب اسم أنس الشايب بعد نروح لكلمة لحظة أولا عن وندف التعليق وتعليق الأشخاص لأ القورايا بعدما نحظو نزيل نروح نغير لحساب ونزل بيع التعليقات ونزل بيع التعليقات ونروح لكلمة الأحدث أولا راح يشوف أنه تعليق مظهر وأنه تعليقات الأشخاص الثانية ظهر ومثل ما شاهدين يا حبايب فاكتبوني يا حبايب بالكومنتاج شراءكم فائد الخبر وشتوقها سبب أخفهم اللي اسم أنس الشايب من التعليقات اللي عدهم الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على موفلوكز وأنس بيسان اسماعي فكندي نزل هذا المقطع على قناته واللي كانوا يامو فلوكز وأنس بيسان بالمقطع فحل ندخلوه على المقطع وتنزلو بيع التعليق راح شوفونه كل تعليق من قلبه بالإنجليز ومكتب عليه جيش مملكة الخصص ومكتب عليه جيش نارين بيوتي اللي طبعا يريدوني جن بدون المشاهدة على المقطع واللي بيهم يكشفون حققت أنس شايب أنه هو شاد ومو رجال فكتبوني يا حبايب بالكومنتاج شركوا بهذا الخبر وهلهم ما يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له أو لا الخبر الخامس اللي عدنا عن أنس واصالة فأنس واصالة ننزلو على ثباتهم بالإنستغرام شوي تستوريات واللي شاهد بها أصالة ويابيه بالجديد وستوري ثاني شاهد بها أصالة تصور بيها السماء أما بالنسبة للأنس ننزل شوي تستوريات وهو أصالة وبنتهم ميلة وآخر شي ختمه بهذا للستوري ويصلنا إلى نهاية المقطع تمنى المقطع أجابكم ونسى تحطوا اللايك ساركو بالقناة شاكوا في زي ما ختمه من القصص وبس مع السلامة